السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم وحييكم انا على امين في فيديو جديد الفيديو النهاردة شباب مختلف شوية لان احنا هنشتغل على كيس كده او حالة عملية الحقيقة كنت تحديدا النهاردة كنت قاعد يعني كعدت كده بتابع المواطيع وبتابع الفيديوهات في اليد حتى يسأل السؤال هو بيواجهني انا شخصيا ازاي لما يكون عندي عليها يوزر وشغال عليها واخدها مسلا من ميكروسوفت علشان اتضرب عليها وبعد كده السبسكريبشن دي تنتهي فبالتالي اروح احصل على سبسكريبشن تانية او او اخلي مسلا صديقي يفعلي اشتراك ما وابدأ اني اه يعني اتعامل بقى بعد سبسكريبشن جديدة هي جديدة ما فيهاش اي ريسورس ازاي اطلع باليوزر من اللي انا قريدي كنت شغال عليهم قبل كده ومديهم بقى اسماء واميلات وبروفايل ازاي انقلهم للسبسكريبشن الجديدة دا تعالوا شوفوا الموضوع ده مع بعض بيتم ازاي فاحنا من المفترض عندنا تو سبسكريبشن او اشتراكين يا شباب ادي واحد وعلى براوزر تاني فاتحين اشتراك تاني لو دخلنا هنا على الاكل دريكتي هنلاقي يوزرات مفيش لانه لسه يعني لسه الاشتراك متفاعل جديد فمفهوش اي يوزر على الاطلاق غير غير الاونر يعني غير الراجل اللي عمل وخلاص اوكي بلانما لو روحنا هنا لالسبسكريبشن الثانية هلاقي اه في يوزرات اريدي ازاي اخد اليوزرات دول اوديهم للسبسكريبشن بتاعتي الموضوع بيتم بخطوات كده هنعملها بعض اول خطوة هنتوجه للسبسكريبشن اللي اريدي عليها اليوزر اللي هي اللي احنا وقفين عليها دقيقة من هنا هقول له بالك اوبريشن وهاختار انه ادول لود اليوزر دول في هيبدأ هنا يديني يوزرات على شكل ملف اكسل سي اس في هبدأ ادول لود ممكن علشان ما يختلطش عليها الامر ان انا اقول دي الولد سبسكريبشن تمام كده يا شباب وهقول له ستارت علشان يبدأ يعمل عملية دولود اليوزر بكل بياناتهم بقى النام والايميل والفاس نيم واللاست نيم والاشياء اوكي هو هنا بيقول لي انه خلاص اه بقى مجاهزين لان انا اعمل لهم دولود فهنضغط هنا مع بعض ونبدأ او يبدأ هو اه يعمل لهم دولود لو رحنا مع بعض بقى علشان نشوف شكل الملف بيبقى شكله ازاي اه هنفتح كده ونشوف هنلاقي ده الشكل النهائي بتاع الملف بتاعنا بنفس الشكل ده اليوزرات موجودين هم عندناش فيهم مشاكل كده اول خطوة احنا خلصنا منها والبورتال دي تقريبا خلاص ما عندناش ايه في احتياجها يعني كل شغلنا هيبقى على البورتال الجديدة على السبسكريبشن الجديدة هنروح على الهوم ومنها اكس ديريكتري وعلشان استعرض اليوزر وبنفس الطريقة هقول له البالك اوبرشن وهاختار هنا انه تكون كريت هيقول لي انت لازم ترفع لي ملف تيمبلت نموذج كده بشكل سي اس في حد ممكن يتخيل ان انا ممكن لو رح تشاورت له على نفس الملف اللي جبته من هناك من السبسكريبشن التاني هيقباله هو مش هيقباله لانه في تنسيق معين حضرتك لازم تقوم به علشان كده هو بيديك سامبل اهو بيديك اه نموذج تمشي عليه علشان بعد كده تافي بالمتطلبات بتاعه فحنروح ندول لود مع بعض كده تمام هنقول له سيف هايبدأ يسايف هروح نشوفه اهو تمام علشان برضو ما يختلطش علينا الامر احنا هنعمل له رينيم ونقول له ده النيو سبسكريبشن طبعا كده ونفتحه هنلاقي فاضي تماما ما عندوش يعني ما فيوش اي زورات ولكن في الخطوات اللي حضرتك هتمشي عليها يعني هو هنا هو هنا بيقولك انه هنا هتكتب النيم الديسبلي نيم فهو هنا بيقولك اجزامبل هيبقى كده وهنا هتكتب اليوزر نيم حد يقولي طب اليوزر نيم ده اجيبه منين هو انت لازم تشوف الديريكتوري بتاعك شكله ايه علشان هتحتاجه تمام فهنطلع كده على الديريكتوري ومنه هناخد البيانات الخاصة بيه اللي هي النيم هادي النيم بتاعنا هو هاخده كده كوي هنروح للملف وهنبدأ نعدل هنشيل كلمة اجزامبل ديت ونقول مثلا ان اليوزر ده هيبقى اسمه عادل مثلا اوكي تمام هنا اليوزر نيم هيبقى عادل اد اسم الدومين بتاعنا اللي احنا لسه وغدله كابي دلوقتي اهو خلاص كده تمام كده وهنا هو عادل هيبقى مسموح لدخول ولا ممنوع لا مسموح فبالتالي هنا هقول له خلاص خلاص تمام كده حد يقولي طب الباسورد مناهينا مثلا لو عملنا يوزر تاني اسمه عمر اوكي وهيبقى اسمه عمر اد اسم الدومين بتاعنا طب الباسورد الباسورد اصلا انت ممكن تروح لو عندك مثلا عشرين يوزر خلاص انت اعمل كده تمام زي ما قلنا بقى خلاص انت كده هتبدأ تدخل اه لليوزر اللي عندك او ممكن تروح اعمل كده مش عندك احنا واخدينها من ال اهو نروح اعملين كده واخدينها ورايحين على هنا لصق هنا كده بقى عندك جميع النيم وابدأ ابدأ دخل الدومين بقى زي ما احنا اتفقنا يعني ده اسمه احمد يبقى احمد وبعد كده اسم الدومين بتاعنا ان احنا عمديني النزخ وهكذا لحين انتهاءنا بقى من الملف كاملا هنروح باسورد صاحبين كده لحد اخر وهنروح برضو صاحبين كده لحد اخر اليوزرات هنشتغل على الملف بقى بالطريقة ديت لحد ما نخلص اليوزرات كلهم وخلص نحفظ الملف هينتج عندنا هينتج عندنا ملف ملف csv بالشكل الي هنشوفه ده ملف وهنا هشاورده على الملف اللي احنا امتهينا منه حيبدأ ياخده مني ما عندش اي مشاكل على الاطلاق هقول له سبمت هو هنا بيقرأ الملف يا شباب وبيكريت اليوزر بالمدخلات اللي احنا دخلنا هانه اللي هي الديسبلي نيم اليوزر نيم والباسورد والاشياء اللي احنا انتهينا منها بالمجرد ما ينتهي هو هنا خلاص تقريبا لو رحنا عملنا كده هلاقي كل اليوزرات جات معايا ما عنديش اي مشكلة على الاطلاق وده كان درس خفيف ولطيف كده واعتقد انه فيه ماس بتحتاج له يعني هشوفكم على خير في فيديو جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته